شكراً للسيد الرئيس السيد الرئيس المجلس المستشاري المحترم السيدات السادة أعضاء المجلس المستشارين المحترمين السيدات السادة الصحافة الوطنية أيها الحضور الكريم أخواتي إخواني في الحركة النقابية المغربية باسم المكتب تنفيذي لكم وفدرائي الدموقراطية الشوق أحييكم تحية تقدير واحترام ونسجل إيجابية هذه المبادرة مبادرة إيجابية لأنها تطرح موضوع مركزي في حياتنا الوطنية والاجتماعية موضوع الحوار الاجتماعي لما له من أهمية خاصة في ترسيخ ثقافة الحوار كجزء من الثقافة الديموقراطية أخواتي إخواني سيدات السادة سوف نتطرق لموضوع الحوار الاجتماعي من حيث آليته ولا نتطرق الموضوع الحوار الاجتماعي من حيث قواعده والأهداف التي تأسس من نزلها والمهام التي جاء للقيام بها 1996 كان أول مرة تفاوض جماعي تلاتي الأطراف وأفضى هذا التفاوض الجماعي إلى ما يعرفه بالصيح فاتع غوش 1996 وحدد آليات الحوار على المستوى الوطني المركزي وعلى المستوى القطاعي والجهوي المحلي لكن 1996 والآليات التي تكلم عنها وأطرها وضبطها اتفاق 96 لم تنفد لذلك سوف ندخل في هذه نقف على الآليات للحوار من مدلولها التقني لأن هذه العناصر يمكن الحديث عنها وضبطها في المعنى والمضمون في الحالات العادية ويمكن أن تحدثوا على الألية للحوار في الحالات الطبيعية لكن في الحالات الغير العادية وغير الطبيعية كحالة المغرب في هذا المجال للحوار الاجتماعي فإن الحديث عن الحوار الاجتماعي يتخذ طابعاً آخر وقراءته وقراءته بفكر اجتماعي ومنطق سياسي يصبح مخالفاً تماماً للحالات الطبيعية والعادية لسبب أساسي وهو أن الحوار الاجتماعي ليس بالموضوع البسيط الذي يمكن اختزاله في دائرة منغلقة على ذاتها لا تتجاوز حدود ما هو تقني بل إن الحوار الاجتماعي يحمل طابعاً إشكالياً يرتبط بالعمق بالمسألة الديمقراطية في المغرب يمكن لك تحدث على الحوار الاجتماعي بلما تحدث على الديمقراطية لأن الحوار الاجتماعي في قلب الممارسة النظرية والعملية للديمقراطية إذ لا يكفي القول بغيابي أو تغييب الحوار الاجتماعي ولا يكفي القول بأن المغرباء يعرفوا أزمة حوار فهذا الأمر حاصل بالفعل وهو متحصيل الحاصل لا تطروجي كما يسمي المناطق لكن السؤال الأساسي هو لماذا تم ويتم تغييب الحوار الاجتماعي وما هي الأسباب التي أدت إلى أزمة الحوار الاجتماعي إن الأمر باختصار شديد أيها السيدات السادة يعود في الأصل إن السبب يعود في الأصل إلى الأعطاب البنيوية الحاصلة في بنية التقافة الديمقراطية يعود في الأصل إلى غياب الوعي التاريخي بأهمية الممارسة الديمقراطية في حفظ في استقرار والتماسك ويجتمع ولا ينبغي لنا في المغرب أن نردد الاستقرار لاستقرار وأن نردد الجملة تقال عرضا بدون أن ندقيق في معناها الإصلاح وفي ضليل الاستقرار يجب أن تحدث عن المغرب كيف نؤمن الاستقرار كيف نفكر في تأمين الاستقرار وكيف نعمل على تأمين الاستقرار في المغرب في حفظ الحوار وغياب وعي التاريخ بأهمية الممارسة الديمقراطية في حفظ استقرار وتماسك المجتمع بمنظور استراتيجي الأسماء هو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وربح التحدي التقدم والتطور كرها تاريخي السيدات السادة فالذي لا يؤمن بثقافة الحوار لا يمكنه تبني فالذي لا يؤمن بالثقافة الديمقراطية لا يمكنه تبني الحوار الاجتماعي ومئسسته مما يجعله موضوعيا هذا الذي لا يتبنى الحوار الاجتماعي ولا يؤمن بالثقافة الديمقراطية مما يجعله موضوعيا في موقع لا في الموقع المتردد المرتبك بل في موقع الفكري المناقض للبناء الديمقراطي لكن لا يكون في هذه الموقع المناقض للفكر الديمقراطي الحوار الاجتماعي في قلب هذه المبارسة إن تغيب الحوار الاجتماعي وخرق سافر للدستور وخرق سافر لمضامن الدستور وخرق سافر للروح المرتكزات التي بنى عليها الدستور ويتعلق الأمر هنا بإقرار وتأمين الحقوق للحريات والأمر يتعلق تحديدنا بالديمقراطية التشاركية والديمقراطية التشاركية أساسها الإشراك والحوار بمعنى الشامل مدني، سياسي، حقوقي، تقافي وأساس الحوار الاجتماعي وحينما يتم خلق الدستور باعتباره يشكل أقصى صور التعاقد فإن الوضع في بلادنا بدأ يطل من نوافذ مختلفة ومتعددة على استبداد جديد صاعد لذلك وجب أن ننتبه إلى أوضاع بلادنا بالعقل اليقيد بالعقل الناقض بالعقل المقترح بالعقل المنبه إن القصور الفكري والصعوبة تمتو المتغيرات الحاصلة إقليمية وكونيا وتكلمنا عليها السنة الماضية هذه المتغيرات التي حصلت على المستوى الكوني وعدم القدرة على فهم الواقع وعدم القدرة على فهم أوضاع البلاد في ذل السياقات التي تحبثنا عليها الإقليمية والكونية قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة لمغادشي استعب ما يقع اليوم في المغرب في صياقاته المتغيرة تغيرات كونية خطيرة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة والأزمة تتولد عنها أشياء كثيرة وهنا لا بد من استحضار في هذا المجال ونحن تحدث عن الحوار لا بد من استحضار العلاقة القوية الحميمية العلاقة المرتبطة عدويا بين الحرية النقابية والحوار الاجتماعي لأن تغييب الحوار الاجتماعي لا ينفصل تغييب بالإرادة لأن تغييب الحوار الاجتماعي لا ينفصل مطلقا عن الحرية عن الحراسة المشددة على الحرية النقابية تغيب الحوار الاجتماعي وشديد الحراسة أو الحراسة المشددة على الحرية هما يؤديان إلى انزلاقات خطيرة كما سنرى فحينما يتم طرد المكاتب النقابية فور تشكيلها ومحاكمة المسؤولين النقابيين وتعرضهم مستمر للتهديدات وكافة أشكال الضغط عليهم للتخليع العمل اللقابي نفهمه حينما يتم الضيق على الحرية النقابية نفهمه لماذا يتم تغيب الحوار الاجتماعي وتمتد هذه الحراسة المشددة على الحرية إلى المؤسسات الدستورية وتمت الخطورة وهو ما يكبل حركية المجتمع قبلها كنت تسمع تكلموا بثاف الناس لينوفاسيون الابتكار وبما جاءت في الكلمة للأخلاق لينوفاسيون حينما نشدد الحراسة على الحرية نقتل الابتكار نقتل الإبداع نقتل الطاقات البشرية نكبل المجتمع من حركيته ونكبله من حركيته وهو أمر خطير والأخطر في هذا السياق اللي كانت حدثوا له باختصار والأخطر وفي هذا السياق هو ما نلاحظه بثنات غيب الحوار والحراسة المشددة على الحرية هو الانفراد في اتخاذ القرارات واختزال تعبيرات المجتمع في الرأي الواحد دون أي اعتبار لتعدد واختلاف حاجيات ومطالب وطموحات فئات الاجتماعية المتعددة المجتمع فيه فئات من كل سخصص له في الرأي الواحد هناك تعبيرات مختلفة دي المجتمع عبر تنظيماتي المختلفة داخل المجتمع انتلاق من حاجيات تكلفية دي المجتمع ودية دفولة والمجتمع الحي هذه الدينامية للمجتمع حينما نغيب الحوار ونشدد الحراسة على الحرية نقتل المجتمع ونكبل المجتمع ونعمل على تنمية المجتمع وثمت الخطورة على المغرب دون أي اعتبار انفراد اتخاذ القرارات دون أي اعتبار تعدد اختلاف حاجيات ومطالب وطموحات ودون أي اعتبار لتنظيمة المجتمع إذا لم يكن هناك اعتبار لتنظيمة المجتمع واذا ندروا باتنظيمات نحيدوا تنظيمات وندروا الرأي الواحد ونهيوا هذا أشكر المجلس مرة أخرى لأنه يناقش موضوع هو في صلبي وفي قلب حياتنا الاجتماعية والسياسية واقتصادية وعلى أقل نقش هنا وذلك ضعف الإيمان وخصاد نقاشي بقى مفتوح فقانون الإضراب اليوم مثلاً مطروح في البرلمان دون رأي الحركة النقابية في طرح حوار اجتماعي أرغم أنه يهم أولاً طبق العامل وعمل أجراء وعيلماً وعيلماً بأن الإضراب والاحتجاج يعد من بين الآليات أساسية للحفاظ على التوازن حفاظ على التوازن داخل الشغل وعالم الشغل والحفاظ على التوازن داخل الشغل هو المدخل لتطوير عالم الشغل داخل عالم الشغل إن الفراز اتخاذ القرارات وعدم الإشراك هو في جوهره كما قلت مخالف للدستور ومخالف لروحه هي نفيون عملي للتعدد بالمغني إن عدم الحوار والحراسة المشددة على الحرية هي نفيون عملي للتعددية في المغرب والديموقراطية التشاركية في هذه السياق تصبح بلا معنى وإذا كان الحوار وقلناها في هذه المصة السنة الماضية وإذا كان الحوار من تمي إلى دائرة التقافة الديموقراطية فإن تغيبه يخرجون من دائرة التقافة الديموقراطية ويدخلنا في دوائر أخرى دوائر التوترات وما قد يترتب عنها من منزلقات قد تؤدي إلى العنف وما يمكن أن يؤدي أيضاً من مخادات تاريخية من مخادات تاريخية غير واضحة الأفق وغير محسوبة العواقب وتخفي في باطنها في جوفها في داخلها مخاطر تتهدد المجتمع سيدات السادة إن المثير الانتباه إن المثير الانتباه بالإضافة لذلك ويشد العقل للتفكير والتساؤل ويدعو إلى القلق والانزعاج هو موضوع علاقة الخطاب بالواقع علاقة إنها علاقة انفصال وانفصام فكل الخطابات الرسمية الداعية للحوار الاجتماعي باعتبارها للآلية الأنجع والمنهج الأسلم لمعالجة اتكافة القضايا والإشكالات مرتفطة بعالم الشغل وباقتصاد الوطني لا تزيد طريقها إلى الترجمة العملية والتنفيذ العملي بل في كثير من الأحيان تطوى هذه الخطابات ويطوى معناها عند نهاية تلاوتها وهذا أمر خطير وبالمناسبة وبالمناسبة فإن الجميع وبالمناسبة فإن الجميع يتذكروا خطابة على سلطة في البلاد في موضوع الحوار الاجتماعي السنة الماضية ومرت اليوم على ذلك الخطاب سنة كاملة دون تفعيل مضامنه إنها مفارقة غريبة جدا إنها مفارقة غريبة جدا نعيشها في المغرب تستوقف ويجب أن تستوقف عقل الجميع وتستوقف كافة المسؤولين على تجبير الشأن العام بالمغرب خاصة السلطة التنفيذية لا نريد المزيد من الخوض في هذا الموضوع لأنه يؤرق الجميع ويؤرق كل الضمائر الوطنية ويؤرق كل الضمائر الوطنية ويؤرق كثيرة لكن لا بد من تساؤل حول ما يقع وكيف يقع ومن هو الفاعل في هذا الذي يقع وما هي انعكاسات على هذا الذي يقع على مستقبل المغرب وفي هذا السياق فإن الحكومة مطالبة بالمراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها السياسية في التعاطي مع الاختلالات الاجتماعية وهو ما يتطلب منهجية جديدة مؤسسة لرؤية جديدة وفي مقدمة الحوار الاجتماعي بمنظور يحفظوا استقرار والتماسك المجتمع وكررناها في النص لمرتين السيدات السادة الحديث في موضوع الحوار الاجتماعي داخل البرلمان كمؤسس ديستوريا ادفعنا تحسو السؤال التالي كيف تتم سياغة القوانين في البرلمان قوانين اجتماعية لا أطيل في الموضوع أن القوانين الاجتماعية التي تناقش ويتم إنتاجها وسياغتها داخل البرلمان في معظمها خارج الحوار الاجتماعي وفي معظمها دون استشارة حتى استشارة النقابات وحركة النقابية المغرب فبالحلال يكون حوار الاجتماعي هو الموقع الأصلي لها انتاج تشريع الاجتماعي دون أخذ رأي للطبقة العاملة في المغرب انتاج تشريع الاجتماعي دون أخذ رأي الحركة النقابية في المغرب هذا منزلق كمس الدستور كمحل قلت في اللول سيدات وسادة لا أطلع لكم حتى لا يوقفني سيدات وسادة عبدالله إن القراءة النقدية لطبيعة التعامل الحكومي لا مسؤول إن القراءة النقدية لطبيعة التعامل الحكومي لا مسؤول مع الحركة النقابية ولبعض الجهات الرامية إلى تفكيك الحركة النقابية وتجويفها من الداخل بإدراك أو غير إدراك إنها تسهم في إضعاف الدولة هناك اعتقاد هناك أجهزة وهناك توجهات نقرأها في بعض الصحافة ونقرأها ونشوفها يوميا تسعى إلى إضعاف الحركة النقابية وتسعى إلى إضعاف تنظيمات المجتمع دون إدراك وعلم أو علم وإدراك الله أعلم أن إضعاف تنظيمات المجتمع وإضعاف تنظيمات النقابية هو إضعاف للدولة لأن قوة الدولة هي من قوة المجتمع وقوة المجتمع هو من قوة تنظيماته لكن من خلال هذا العمل الممنهج على إضعاف تنظيمات سيؤدي حتم إلى الفراغ والفراغ هو أسوأ حالة في التاريخ إن الفراغ هو أسوأ حالة في التاريخ لأن التاريخ ليس خليطاً من المصادفات بل هو تطور عاقل عاقل أي من العقل باعتبار العقل سيد الكون وأخيراً إن الزمن غير الزمن فلنؤسس جميعاً لبناء حوار اجتماعي بمضمون البناء الديمقراطي من أجل تعاقدات اجتماعية جديدة إن ضرب الحرية والحراسة المشددة على الحرية التي تسربت واخترقت المؤسسات الشريعية المؤسسات هي التي أدت إلى أن لزنة التحقيق حول التقاعد هنا وأفضت إلى نتائج وأن هذه النتائج عوضة أن تدابا أو عباضة أن توضع في مكانها للعدالة طبيعي نجد بأنه هناك برلمان يحاكم وهنا هو الأخب العقيس ما نتكلموش عن الموضوع ولكن في سياقه نتحدث عن الحوار وعن الحرية في زمن تصادر في الحرية والرأي في المؤسسات الدستورية تمت الخطورة إن مطلب الحوار إن مطلب الحوار هو مطلب ديمقراطي تتثبت بالحركة النقابية المغربية لأنه أصل من أصول وجودها وهو ما فرض علينا لأنه يمكن المطالب يمكن المطالب لم يحقنها ونحقوها غداء يمكن المطالب لم يحقنها غداء نحقوها بعد غداء لكن لا تفريط في الحرية باعتبارها جوهر الوجود الإنساني وأساس ممارسة ديمقراطية في كل بلد لكن الحرية والحوار الاجتماعي لا يمكن التفريط في الإطلاق لأن التفريط فيها من طرفنا وهذه مسؤولياتنا كنقابة هذه مسؤولياتنا لا يجب أن نفرط في الحوار وفي الحرية الحرية هي أساس التنمية الحرية هي أساس الإبداع والابتكار الحرية المرتبطة بالمسؤولية لذلك غداء ندير واحد الاعتصام هنا احتجاجاً على تغييب الحوار الاجتماعي وعلى المحاصرة التي تعيشها الحرية في السنة الماضية سيد الرئيس اسمح لي سيد الرئيس اسمح لي في السنة الماضية اقترحنا اقترحنا لابد من قانون إطار ينظم الحوار الاجتماعي تلاتي الأطراف قانون إطار يلزم الحكومة بأن تخرج من ما نعيشه اليوم هذا هو اللي ممكن نقوله من ما نعيشه اليوم ونحن لسنا راضينا عليه بل قلقون اتجاهه لأنه مرتبطون بمستقبل الحداتة والديمقراطية في المغرب وشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم